اشتركوا في القناة بأنها أحدى الطرق لعمليات النصب والاحتيال مما يؤدي إلى فقد ثقة المستثمرين في القطاع العقاري والحديث اليوم أكثر عن هذا الموضوع يصنعنا أن يكون معنا الأستاذ السيد علي العلي حياك الله أستاذ الكريم الله سلم طبعا الأستاذ سيد علي هو مدير إدارة أول في إدارة تلخيص العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي سنتحدث معه إن شاء الله في هذا الحوار ولكن بعد هذا التقرير يلعب الوسطاء العقاريون دورا مهما في تحقيق التوافق بين أطراف السوق العقاري وتسهيل إتمام معاملات البيع أو التأجير في القطاع إلا أن الفترة الأخيرة شهدت استغلال بعض الأفراد مهنة الوساطة لتحقيق مكاسب غير مستحقة واستخدام وسائل غير مشروعة للإحتيال على المستأجرين وابتزاز الملاك والمشترين تمثل الإعلانات الوهمية أشهر وسائل السماسرة غير المرخصين لجذب الضحايا من المستأجرين حيث يلجأ بعض الأشخاص لنشر إعلانات عن عقارات غير متوفرة في الأساس بأسعار منخفضة وعند تواصل العميل معهم يكون الرد الجاهز أن الوحدة تم تأجيرها أو بيعها ولكن تتوافر وحدات أخرى بأسعار أعلى أو مواصفات مختلفة ويلجأ كثير من السماسرة غير المرخصين لإقناع العميل بمزايا مبالغ فيها وغير متوفرة بالوحدة السكنية بهدف جذب المستأجرين ليفاجأ العميل بعد ذلك بعدم توفر هذه المزايا عندها يسعى الوسيط غالبا لمحاولة تقديم معود غير حقيقية للعميل بشأن إدخال تعديلات عن الوحدة السكنية وإجراء صيانة للأجزاء المتهالكة ما يشجع المستأجر أو المشتري على توقيع العقد ليعاني بعد ذلك من تهرب الوسيط والمالك من تنفيذ الوعود المتفق عليها سيد علي طبعا يمكن الموضوع يأخذ حيذ أكثر في مجال التواصل الاجتماعي ومن قبل ليس المستثمر العقاري أو الشركة العقارية نفسها وإنما من يروج له أو يحاول البيع لهذه الوحدات السكنية فهذه الخطورة بالنسبة لإعلانات العقارية الوهمية من خلال المواقع التواصل الاجتماعي انتشار هذه الإعلانات الوهمية بشكل كبير مدى خطورتها على السوق العقاري لأنها طبعا يؤثر بشكل كبير علينا في البداية يا عبدالله أحب أشكركم على الاستضافة الكريمة ورحب بالمشاهدين الكرام ونتمنى إن شاء الله نقدمهم معلومات مفيدة عن القطاع العقاري طبعا لا يخفى عليكم اليوم القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الاستراتيجية والمهمة لدولة الإمارات والإمارة الدبي خصوصا عدد الاستثمارات أو قيمة الاستثمارات العقارية تعتبر بالمليارات بل بمئات المليارات فبالتالي اليوم من الهداف الاستراتيجية عدنا في دائرة الأراضي والأملاك اللي هي حماية حقوق المستثمرين وخلق بيئة عقارية آمنة طبعا اليوم عشان نوصل الهدف الاستراتيجي هذا من خلال المؤسسات التي هي تابعة لدارة الأراضي ملاك سواء كانت مستنظيم العقاري أو المعهد العقاري أو مركز المنازعات الإيجارية لو قلنا مثلا المؤسسة تنظيم العقاري حاليا جميع المطورين طبعا لازم يشاركوا مسجلة وفي لها حساب ضمان الوسطاء العقاريين كذلك عدنا سجل خاص للوسطاء العقاريين لازم يكون مرخصين ومسجلين عندهم بطاقات في عدنا تطبيق ذكي لكل ممكن أن ينزل التطبيق هذا ويطلع على الوسطاء حتى في تصنيف عدنا للوسطاء اليوم المكاتب الوسطاء مصنفين عدنا الفئة الذهبية والفضلية طبعا بناء على معايير عالمية في المجال هذا الشيء الثاني بالنسبة للمؤهد العقاري طبعا كل الموظفين اللي هم تابعين للشركات العقارية معظمهم تلقى فيه دورات خاصة يدخلون على اساس أن يكون ملم بالقوانين وبالإجراءات وبالتشريعات هذه في النهاية نحن مهما سوينا من قوانين ومن إجراءات لو ما كان فيه دور رقابي فعال على اساس أن كنت سيطر على السلبيات الموجودة في نفس الوقت الشيء المهم عندنا هو توعية الناس لأن اليوم بتنا مشاكل كثيرة أو شكاوي مثلا من بعض الأشخاص لما تطلع تشوف أن الاتفاقية والعقود واضحة يعني فيها بنود معينة فالشخص يكون هو موقع للاتفاقية هذه فهنا تكون قانونيا صعب أنك أنت مثلا تقدر تلقي الاتفاقية إلا طبعا حسب الإجراءات القانونية الشيء ثاني يا أخي عبدالله بالنسبة للإعلانات اللي قلتوا في تقاريركم نحن اليوم تقريبا من سنة نزل تعميم لجميع الشركات العقارية العاملة في دبي أنه لا ينزل أي إعلان عقاري بدون حصول على تصريح رسمي من مواسطة تنظيم العقاري صحيح وطبعا لازم يكون في رقم التصريح مذكور في الإعلان وللجمهور الكرام ممكن أن أي واحد يتأكد من صحة الإعلان من قبل دخوله في موقع تراخيصي.gov.i يدخل رقم التصريح وممكن يشوف البيانات الشركة ويشوف الإعلان نفس الذي نشرنا طيب هذا الإعلان الآن إحنا ذكرنا بأنه هذا عملية المراقبة طيب الخلل الآن في موضوع استغلال الكثيرين التواصل الاجتماعي نحن لم نستطع لحد الآن أن نسيطر على التواصل الاجتماعي لأنه هو في تجدد يعني كل شخص يقدر كل يوم من خلال أكثر من جهاز ينشئ صفحة وينزل دعايا وإعلان فالخلل هنا لا يعود أنا لا أنظر أن يعود على هذا المروج للإعلان أنا شخص نفسه مثل ما أنت ذكرت قبل شوية أنت في النهاية موقع على العقد طيب هذا الشخص الذي وقع على العقد سمعيا لماذا لا يقرأ العقد؟ يعني هاي مشاكلين يمكن تواجهكم بشكل كبير والله حاليا أنا أشوف بالعكس يعني الفترة الأخيرة بدأت التوعي عند الناس في كثير من الناس يتواصلون مع دارة الأراضي أو عن طريق الإيميلات أو الكول سنتر فهو لو تلقى مثلا شاك في شيء معين أو مش مطمئن لحالة معينة تلقى يو يستفسر عن الحالة هذه بس بغي توضح اليوم نحن عندنا الإعلانات العقارية طبعا السوشال ميديا صح أن هي حلقة مهمة حاليا في الوقت الحاضر خصوصا للتسويق الأمور هذه هي أسهل وسيلة الآن مستخدمة للوصول إلى الناس صحيح نعم بس بالنسبة للعقارات طبعا الترويج يتم أكثر شيء من خلال مواقع خاصة اللي هي الخاصة بالترويج العقاري صحيح ونحن سبقا نسقنا في المواقع الإلكترونية اللي هي خاصة بالترويج العقاري فحاليا في عدنا ربط إنتيجريشن وي المواقع هذه للتأكد من صحة الإعلانات اللي تنزل عنهم طبعا الشركة اللي تقدم على تصريح تاخد تصريح النظام نفسه يتأكد من الشركة هاي مرخصة مسجلة زائد بيانات العقار اللي هو يبا يروج لها مثلا لو كان العقار على الخارطة يتأكد أن العقار هذا مسجل في حساب الضمان وما في أي مشكلة العقارات الجاهزة كذلك أن ما تكون عليها أي قيود أو أي ملاحظات فبالتالي يقدر أنه يعني ما نقول مية في الأمية لكن النسبة كبيرة تكون فيه طمئنانية بالنسبة للمستثمرين نعم الدولة تبذل جهود كبيرة من خلال التخطيط ومن خلال وضع الرسوم ومن خلال أيضا مثل ما قلت أنت الربط عملية الإنتيجريشن بين المواقع حتى يستطيع الشخص عندما يريد عقار يتوجه إلى جهات معينة لديه الدوائر الحكومية ولديه أيضا موقع خاص بالشركة وهذا الموقع أيضا عليه أرقام لوضعها والتأكد من الترخيص والتأكد من الإعلانات فكل هذه الأمور في الكثير من الناس يتجاهلها في بعض الناس يشتكون بأن ليس لدي القدرة للولوج إلى المواقع التي فيها فيلل مثلا أو فيها شقر أن يدخل يشوفها بسبب أن لا بد أن أرجع إلى شركة الرسمية شركة الرئيسية شركة الرئيسية التعامل معها يأخذ وقت لأنهم يتعاملون مع وسطها وبالتالي هنا تظهر المشكلة هو وسيط تجاري يستطيع أن يأخذني إلى فيلا أو إلى شقة بكل سهولة ولا يخبرني من المالك ولا من هو صاحب هذا المكان ولكن رغبتي للشراء ورغبتي في المكان تأخذني مباشرة ومن ثم تزرع الثقة بأن هذا الشخص إذا كان قادر إلى الولوج إلى هذا المكان إذن هو فعلا حقيقة يتعامل مع الجهة الرسمية هذه يمكن مشكلة أكثر شيئا سمعت عنها في الوقت الحالي هاي شو حلها؟ وهذا الوسيط من هو حقيقة؟ إذا لم يخبرني بمن المالك أو لم يعطيني معلومات وخاف أن أتوجه مباشرة بعد أن أعجب بالفيلا أو بالشقة طبعا أخوي عبد الله اليوم الوسطة مثل ما قلنا نحن أول شيء عندنا تطبيق ذاكي له هو وسطاء دبي ممكن لأي شخص ينزل تطبيق هذا ويكون يتأكد من صحة الوسيط أنه مرخص الشيء الثاني نحن اليوم عندنا لعقود التسويق طبعا من خلال التعميم لصهاد لجميع الوسطة اليوم في عقود ذاكية لازم تتوقع عقود بين الوسيط وبين مالك العقار نعم لغرض تسويق العقار وفي عقد رقبة شراء العقار بين الوسيط وبين الشخص اللي يرغب في شراء العقار طبعا في حالة أنه تم الاتفاق بين بايع المشترية على السعر التفاصيل فالوسيط يقوم بعملية اللي هي العقد النهائي اللي نسميه فورم أف الخاص بالتسجيل نعم طب الآن أكمل بس نطة وحدة في نفس الوسطة دبي في خاصية التأكد من صحة الملكية العقارية نعم يعني اليوم حتى الوسطة كانت سابقا يمكن عندهم مشكلة يقول لك ممكن شخص ييبلي صورة من الملكية تكون مزورة نعم صحيح اليوم في التطبيق نفسه فيه آليا أنه يقدر يدخل بيانات الملكية اللي عنده والسيستم يعطي النتيجة كانت الملكية صحيحة أو غير صحيحة طيب طب هذا أولاء الشخص إذا ما توجه أوراد إجراءات قانونية تتخذ ضد يعني العقاريين المعلنين المخالفين شو الإجراءات اللي يتأخذون ضدهم طبعا نحن عندنا في إدارة الترخيص العقاري قسم خاص اللي هي قسم الرقابة والتفتيش دور القسم هذا اللي هي رقابة الإعلانات العقارية بشكل دوري زائد استلام الشكاوي نعم ففي حالة أن أي مستثمر ولا أي شخص عنده مشكلة مع أي شركة العقارية يقدر أنه يقدم لنا شكوة رسمية وبنتقد طبعا نحن جراءات العقارية بعد المنظومة اللي قمتم بتوفيرها لتأمين حياة الناس في عمليات الشراء يمكن نقول نسبة وتناسب سابقا عن الآن في عملية الشكاوة أخي عبدالله أعطيك نحصائي بسيطة اليوم مثلا نحن من يوم ما طبقنا عملية اللي هي التصاريح على الإعلانات العقارية عدد الإعلانات اللي تم إصدارها من خلال النظام تقريبا فوق الـ 250 ألف إعلان عدد المخالفات من 2017 بداية 2017 انذارات القانونية 270 انذار عدد المخالفات تقريبا 20 مخالفة عدد الشكاوي وخمس شكاوي يعني لا تفهم فالأرقام هذه مقارنة مع العدد الإعلانات اللي هي صادرة اللي هي فوق 250 ألف فتعتبر نسبة بسيطة بسيطة يعني نسبة الوعي ارتفعت مع توفير كل هذه الموضوع طب إذا ما أردنا نحن أكيد نحن نشد على أياد المستثمرين أو الأشخاص العاديين اللي ليس لديهم وعي كافي بكيفية التعامل مع هذه الجهات سواء شركة عقارية أو أيضا وسطاء عقاريين نريد أن ندلهم بطريقة بسيطة من خلال خبرتكم بالآلية كيف إذا ما أردت أن أشتري عقار كيف أتوجه وإلى من أتوجه ببساطة نؤكد منوعي طبعا لتأكيد المنظومة كيف تسير طبعا نحن في دارة الأراضي والأملاك وموسطة تنظيم العقاري دائما متواجدين أثناء الدوام الرسمي فأي شخص قدر يتواصل معنا سواء بالتليفون أو بإيميل ممكن من خلال موقع دارة الأراضي والأملاك يدخل على الموقع يطلع على التشريعات والقوانين كلها موجودة في الموقع حتى عندنا السؤال الإجابي يعني ممكن أكثر الأسئلة التي تورد لنا دائما فيها الأسئلة وجودة موجودة على الموقع فيقدر أنه يطلع عليها وفيه المركز الاتصال موجود فكل القنوات مفتوحة اليوم لجميع المستثمن للتواصل ونعود نؤكد لكل من يريد أن يشتري من هو المسؤول الحقيقي عن عملية الشراء طبعا في النهاية الشخص نفسه شخص نفسه نعم فلازم يعني يكون جهد بسيط من عنده عساس أن يعني يضمن الشغلة له شارية أكيد يعني مع توفر كل هذه الآليات والمنظومات والوثائق اللي ممكن الولوج إليها بشكل سهل وسريع جدا كلها عن طريق الإنترنت هذه الأجهزة اللوحية بكل سهولة ليس لديك يعني بعدها أن تقول لقد وقعت في حظر أو أنني أخطأت أخطأت بنفسك صحيح شكرا لك على تواجدك معنا اليوم نزلنا نحن نكون طبعا وصلنا الرسالة في حوارنا هدفنا نحن نؤكد على الآليات التي تحصل في دولة الإمارات وأن الأمور تمشي ببساطة لو كان الإنسان عنده وعي كافي بأنه يقدر يؤسس أو يرى الطريق الذي لا بد أن يتبعه والحمد لله موجودك للأمور شكرا لك شكرا لك مشاهدين كل الشكر للاستاذ علي العلي مدير دارة أول إدارة رقيص العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي كان معنا في حوار المساء فاصل ونعود اشتركوا في القناة